رسالة إماراتية إلى مجلس الأمن حملت في مضامينها إشارات لها علاقات بالاستلاب السياسي ومس السيادة اليمنية ظهر فيها خطاب أبوظبي كعادته متعالياً يتحدث عن مصير بلد مثل اليمن كما لو أنه يتحدث عن مدينة العين في أبوظبي أو جزيرة النخلة في دبي تحدثت الرسالة الإماراتية عن المرجعيات الأساسية بلهجة الآمر السياسي والناهي في اليمن وتمت الإشارة إلى الحديدة وتحريرها دون بقية الجبهات فيما يشبه التلميحة للفاعلنا الدوليين إلى أنها من تمسك بخيوط المعركة العسكرية في الحديدة ليست المرة الأولى التي تظهر فيها أبوظبي مخالفة للأعرف الدبلوماسية وتقاليد مجلس الأمن فيما يتعلق بمسل المصير السياسي لدول ذات اعتبار سياسي وكيان قائم على الاستقلالية السياسية جاءت الرسالة الإماراتية تعزز طروحات مراقبين عن إصر أبوظبي منذ عام 2018 على وجه التحديد على تقديم ذاتها كبديل سياسي للدولة اليمنية خصوصا في مناطق لها علاقة بالجغرافية السياسية مثل عدن والحديدة بحسب متابعين تبرز أبوظبي كعبئا سياسيا وعسكريا في طريق استعادة الدولة اليمنية يتصاعد دورها السلبي بشقيه السياسي والعسكري المتعلق بأطماعها القديمة الجديدة في البحر الأحمر ومجاله الحيوي الانتقاص من الدور السياسي للدولة اليمنية من قبل أبوظبي مسلك إماراتي واضح المعالم لكنه تضاعف في الأشهر الأخيرة وتحديدا منذ بدء معركة الحديدة وإحكام القبضة الأمنية على عدن عبر الميليشيا التي تعمل بالوكالة حتى هذه اللحظة لم تخاطب الحكومة اليمنية المجتمع الدولي برسالة تتعلق بالانتقاص الإماراتي للقرار السياسي اليمني ولم تحتج على مس السيادة الوطنية على طريق الاحتجاج على مسلك أبوظبي في سقطراء